النهاردة انا لسه وصل حالا حالا يعني داخل القناة تمانية اللي تلت سبحان الله ان احنا نلحق نطلع هاوة في معادنا كان سبحان الله من عند يعني سبحان الله ان احنا نلحق يعني نهاردة كنا في شرق العوينات ارض الخير ارض صحراء جرداء هذه الارض في التسعينيات اول مساحة زرعت كان عشر تلاف فدان ثم زادت المساحات لحد يمكن 2011 تقريبا حوالي سبعين تمانين الف فدان يعني من الكلف في حدود سبعين تمانين تسعين الف فدان في هذا التوقيت اللي تزرعوا في الوقت ده في شرق العوينات شرق العوينات اللي ما يعرفش هي تابعة لمحافظة الوادي الجديد فيه ناس ما تعرفش هي تابعة ايه على حدودنا الغربية مع ليبيا والجنوبية مع السودان الجنوب الغربي لمصر والتنازل كده طيارة تشوف أرض صحرة ولكن الصحرة دي فيه رجالة النهاردة بيعمروها بيخدروها تاني رجالة بيخدروها 2014 الرئيس بدأ أو 2017 2017 يمكن بدأ ايضا انه شرق العوينات طيب احنا عندنا ثمانين تسعين ألف ما عايزين نزود أكتر فنعمل مئة ألف فدان كمان استصاح أنا بكلمك على أرض صحراوية بكلمكش على أرض طينية بكلمك على أرض صحرة صحرة ده الصحراء الغربية صحرة بتعمل في ايه النهاردة من التسعينيات بتزرع أمح وبالمناسبة شركات مدنية والقوات المسلحة من التسعينيات بالمناسبة كان واحد من أول الناس اللي راحوا هناك النائب محمد أبو العنين كان من أول رجال الأعمال اللي راحوا زرعوا في شرق العوينات وزرع مساحات كبيرة يعني أمح وخضار وفكة يعني زرع أيضا مساحات كبيرة في شرق العوينات والقوات المسلحة دول أول يمكن القوات المسلحة والنائب محمد أبو العنين أول ناس راحوا زرعوا هذه المنطقة وأنا النهاردة شفت مزرعة النائب محمد أبو كنت شفتها قبل كده بس حد قال لي دي المزرعة بتاعة النائب محمد أبو العنين جنب المطار قريبة بين المطار الناس تبدأ النهاردة تبدأ تتوسع أكتر منت محتاج عندك أمح محتاج تزرع عندك أعلاف وغالية فمحتاج فلسوية ومحتاج دراء محتاج تزرع عندك مشكلة زيوت فمحتاج تزرع فكل ده النهاردة بتزرع هنا بتزرع فين في شرق العوينات بتاخد المسافة الطيارة النهاردة ساعتين من مطار القاهرة إلى مطار الشرق العوينات طائرة من طائرات قوتنا الجوية ونصور الجو اللي احنا بنحييهم وأنا كمان بحييهم لأنه كنا يعني حريصين النهاردة بنقول الكابتن قائد الطائرة عندنا شغل عايزين نلحق وبحيي كمان رجال المراسم العسكرية بصراحة لأنهم كانوا أيضا سبب النهاردة أن احنا نلحق نطلع هوا كل الناس كان بتقولك مش هتلحق ربنا كرموا أن احنا طلعنا الحمد لله ما كانش ينفع موضوع زي النهاردة وحدث مهمة أوي ما نبقاش موجودين على الهوا كمان عشان نقول لكم اللي احنا شفناه بعنين النهاردة مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السادة الرئيسة ما حاكم بتشوفه طبعا دي شرق العوينات وده الافتتاحات النهاردة ده الشغل طبعا مصنع اللي اتعمل مصنع بطاطس ولكن أنا بكلمك لأنه خلي بالك انت بتعمل كمان مصنع في هذه المنطقة ليه؟ انت متخيل انت عامل مصنع ده فين؟ ألف ومئة كيلو من القاهرة يعني احنا بنعمل تصنيع يعني عندنا صناعة يعني بنبني مصانع مش بنعمل ترى بس وكباري بعمل صناعة فين؟ في أقصى جنوب مصر تاني بقول أقصى جنوب مصر بعمل المصنع ده بالمناسبة المصنع ده مصنع أنشئته القوات المسلحة جهاز الخدمة الوطنية لأن المصنع ده يعني انت بت المنطقة ده تحديدا فيها زراعات بطاطس كبيرة والمصنع ده طبعا بيشتغل بطقته عشر طن في الساعة عشر أطنان سيد الرئيس بيستمع للشرح حولين المصنع فريق أول محمد زاكر قادر عام وزير الدفاع دكتور مصافة مدبولي رئيس مجلس الوزراء فريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة سيد الوزير السيد القصير وزير الزراعة دكتور محمد شاكر وطبعا محمود التوفيق الفريق كامل وزير دكتور عمرو طلعت مهندس سانس ويلم وزير موارد المائية دكتور علم الصلح وزير التموين عدد كبير من سادر وزراء اللي مع السيد الرئيس النهاردة في هذه الجولة والتفقد وحتى عملنا يعني جولة تفقدية مع السيد الرئيس عشان نشوف كمان الزراعات هذه الحاجات بتاعت